اعترضت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأربعاء على صدور أحكام بسجن نشطاء موريتانيين لدورهم في مظاهرة ضد عمليات الإخلاء القصري في نواكشوت لمساكن مملوكة لرجال أعمال ووصف التقرير صادر عن سبعة خبراء من بينهم ستة من المقررين الخاصين بالأمين العام للأمم المتحدة أن المجموعة الموقوفة تم استهدافها من قبل الحكومة لدعوتهم لمناهضة الرق حسب تعبير البيان وقد صدر الحكم بحق المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن في آبا غسلس ولمدد تتراوح بين ثلاث إلى خمسة عشر آمن وسيصدر حكم الاستئناف في وقت لاحق من هذا الأسبوع من قبل محكمة الاستئناف في نواذيبو ووفقا للخبراء في بيانهم فإن الحكومة معادية لجميع فئة المجتمع المدني التي تنتقد سياساتها ومعادية بشكل خاص لأعضاء حركة إيرا المناهضة للرق وأشار الخبراء إلى أن فيليب آلستون المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المتقع وحقوق الإنسان قد زار موريتانيا في أيار مايو حيث التقى مع أعضاء المبادرة وطالب التقرير الحكومة بضمان ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان لحرياتهم الأساسية بشكل يخلو من الترهيب أو الخوف من الإجراءات الانتقامية وأضاف التقرير أن النضال من أجل القضاء على الرق لا يمكن أن يكون جريمة ويجب على الحكومة مراجعة قانونها الجنائي ليتوافق مع التزامها الدولي باحترام وحماية حرية الرأي والتعبير يشار إلى أن المقررين الخاصين ومجموعات العمل هم جزء مما يعرف باسم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهو الإسم العام لآليات تقص الحقائق والرصد المستقلة للمجلس التي تعالج إما حالات قصرية محددة أو قضايا مواضعية في جميع أنحاء العالم ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي فهم ليسوا من وظفية الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا لعملهم فهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية كما يشير موقع الأمم المتحدة في تعريفه لآلية المقرر الخاص